أعلن البيت الأبيض اليوم على لسان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن القوات الخاصة الأمريكية قتلت القيادية البارزة في تنظيم الدولة الإسلامية المكنة بأبي سياف في مواجهة مع قوة كوماندوس أمريكية شرقية سوريا وكشف البينتاجون أن القوة الأمريكية التي دخلت شرق البلاد على متن طائرة هليكوبتر اعتقلت زوجة أبي سياف وأودعتها حجزا عسكريا بالعراق مشيرا إلى أن العملية غير المسبوقة في سوريا جاءت بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما